السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيبة ان شاء الله بتجربوه بيعجبكم اللي اول مرة بيشوف قناتي ياريت يدعمني ويفعل زر الجرس وخلينا نبلش مقادير وطريقة التحذير زي ما انتوا شايفين حبيت اني افرجيكم الكيكة كمان اللي بالصينية كيف طلعت معي كتير كتير طيبة ان شاء الله رح يعجبكم كتير زي ما انتوا شايفين شايفين من تحت ما احلى طبعا لا ورق زبدة ولا اشي يفرجيكم ان شاء الله تابعوني بالفيديو رح تعرفوا بايش دهنت الصينية وكيف تطلع معي بهذا اللون خلينا نبلش بمقادير وطريقة التحذير اول اشي جبت اربع بضات بحرارة الغرفة طبعا لازم تكونوا مطلعينهم قبل بوقت مع بشر بردقنتين زي ما انتوا شايفين بالمعلقة المعيارية لازم يكون البشر كتير عشان يبين معانا مع كوب من السكر الحبيبات العادي بدى حط معلقة فانيلا ونخفجهم كتير منيح مع معلقة خلط طبعا ما ننساها لانه الخلط ضروري للكيك بعطينا هشاشة وبعطينا انه ما ينشف الكيك معنا يضل اكتر يعني اكتر يوم انه يكون منيح اه ما ينشف مش تاني يوم او تالث يوم تلاقي نشف لا بظل معاك إن شاء الله طري وهش ولونه من جوه على بياض طبعاً لطحين منخل محطوط عليه بكمبودر درة ملح وبعدين بنحطه بعد ما نعمل الخليط هاد بنظل ما نخلط فيه لحد ديت ماي عنا لون الخليط يصير على بياض ويجمد معانا تقريباً بصير كأنه كريمة يعني من بين 4 إلى 5 دقائق لازم تضلك تخفق فيه مش أقل من هيك زي ما أنتوا شايفين بدنا نحط هسا زيت أول إشي بننخل الطحين حطيت أول كوب هاي الثاني بدنا نخله مزبوط ونحط عليه معلقة بيكمبودر بنحط عليه شوية ملح وبنخليه على جنب جبت كاسة عصير بردقان مع نص كوب من الزيت النباتي اللي ما إلوه طعم طبعاً لازم يكون درت هاد على الطحين وحركته زي ما أنتوا شايفين قوامه لازم يكون شوي طري ما بحركه كتير بس اللي أفوت لطحين بالخليط ويعني أهم إشي إن كنت بتخفكي بالخفاقة ما تطلعيها وترجعيها لازم تضلها جوا بالخليط هيك خلصنا وبدنا نديره بالقوالب حطيته بشاف عشان يكون أسهل لي ودرته أو مثلاً إذا بدك حطيه بكيس من كياس الحلواني للكريمة المهم الشغلة تكون أسهلك أي الصينية اللي بدنا نعمل فيها باقي الخليط جبت زبدة زي ما أنتوا شايفين دهنت الجناب ودهنت القاع بس بكمية منيحة يعني وزي ما أنتوا شايفين حطيتها وحطيتهم بالفرن على الطبقة الوسط مسخن قبل بوقت بس بديت أعمل الكيك سخنته للفرن على 180 الطبقة الوسط حطيته وأخد معي تقريباً ساعة إلى ربع بعد ما طلعت الكيك والكيك اللي بالقالب شربتها عصير بوردغان كمان طلعت كتير طيبة الكب كيك ما شربته بس ممكن أنك تشربيه كيك كتير سهلة وبسيطة وزي ما شفتوا قيمتها الغذائية كتير عالية لأولادنا ياريت تجربوها وتحكولي بالتعليقات إن شاء الله بتعجبكم كتير وهيك خلصنا وإن شاء الله وصفتي لهذا اليوم بتكون أعجبتكم إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوني من اللايك والشير ويعطيكم الفافية ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر